تم توقيع مؤخراً اتفاقية بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحكومة الكورية وأيضاً الأمم المتحدة وتضمنت هذه الاتفاقية حماية ودعم النساء المعنفات في الدور الإيوائية وشهدت حفل توقيع هذه مذكرة تفاهم حضور السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية ونصة هذه التفاقية حول دعم النساء المشردات والمعنفات في الدور الإيوائية دعم النفسي والصحي وأيضا تهيئتهم لدخول المجتمع بصورة صحيحة وصحية وحتى نتكلم أكثر في هذا الموضوع باستوديو الباحثة في الشأن السياسي والاجتماعي الست لينة الموسوية لعشرة ست لينة شون الصحة أنا منصر الموضوع به النساء ومعنفات أقومها متمت لا أعرف ليش يعني لأنه اليوم تصعد نحالاته والدتعنى في النساء يعني هل التعنف صار ظاهرة سائدة عندنا في المجتمع العراقي وهي مع الأسف ظاهرة أعتقد جديدة يعني بصراحة هذا الموضوع يعني موضوع ممارسة العنف على النساء والأطفال ما يليقبينه حتى كعراقيين وكرجال بسرعة ما يمكن موجودة بكل عالم والدليل الملاجئ أو الملاذ الآمن اللي موضوع حلقتنا اليوم هو موجود بكل نحا العالم هذا الملجئ أو الملاذ الآمن للنساء والأطفال يعني إذا ظاهرة العنف اتجاه هاي الفئة من المجتمع اللي هما نسميهم إحنا الفئات الأكثر تهميشة أو أكثر حساسية موجودة بكل نحا العالم وليس فقط في العراق تزداد كلما زادت الفوضى بالبلد كلما زاد الإهمال للهوارق بطاعة البلد يزداد منظر منها يعني العنف اتجاه النساء والأطفال حتى المستوى المعيشة ومستوى الدخل إلى طبعا نجاح كبير أنا أقاطج بس حتى نجاح تسريع قبل كانوا العراقيين يعني ما متعلمين نادر أن نمتعلم واغلبهم فلح يعني وما يحنفون نسوانهم وفقر همينة ما يحنفون نسوانهم حس في في الفين وعشرين وواحد وعشرين صارت التعنيف ظاهرة يعني ومرات أصلا صارت يعني كأنها عادية يعني واحد يقول الله ضربت مرتي مثلا مثلا يعني وكأنما طبيعي هذا الموضوع ما هو يوصلنا للمرحلة نحن كعراقين لما يدخل بالمجتمعات الأخرى هو موجود دكتور من زمان؟ من زمان هاي الأمور مرتبطة بالعادات والثقافات اللي خاصة بالمجتمع المجتمع اللي يشوف المرأة هي يعني كائن بلسكو زيادة حاليا بالموضوع زيادة لأنه طلع على الميديا لأنه طلع على السطح الناس قاموا تسمع به هذا الأمور دائما يكون سر بالبيوت البيوت أسرار يقولون احنا شما عرفنا شي سر بالبيت جيراننا ونعرف شي سر ببيتهم صح يعني دائما ممكن إنسان ببيته يسمع أكو جيرانه يتعاركون أو أصوت بس ما يجرى أنه يدخل صح لكن وليد التطور اللي صار بباقي الدول الأكيد احنا ما بمعزل عنه ما أنه نبام ديمقراطي صارنا فصار أكو تركيز لما نشوف ابنية محروقة بمستشفى ومن ندخل بها إلا وهي مقتولة من تموت احنا هنا أمام موضوعي يعني استدعي التدخل أما العنف أو الضرب أو حتى القتل اللي مراتي يسجل كانتحار أو كأي سبب كان هذا موجود زين بس يعني نسمع بي إحنا من نطلع على الإعلام لا يدخل بي حتى وضوع حساسي يكون طبعا الاتفاقية شو شفتيها وشو نريش بيها صراحة موضوع الاتفاقية يعني أعتذر لكن مفحك أنا شلون أسوي اتفاقية وأقف تمويل من الأمم المتحدة سفارة كورية وحكومات وليونسكو همين وأني قانون وعنف أسري ما عدي الملجأ أو الملاذ الآمن للنساء اللي متعربات للعنف هو موجود اللي بدت بيه وبدت بيه منافرات المجتمع المدني يعني جزيل الشكر إليهم مو اليوم والبرحة قبل عشرة سنين تقريبا بدت بعض الناشطات بالمجال النسوي المعروفات ما أريد أذكر أسماء حتى ما أظلم البقية أكو ملاذ آمن وملجأ آمن للنساء اللي متعربات للعنف لكن هذا الشيء يفتقى لسقف قانوني يعمل اتجاهها موجود ومكان سري أكو عشرات البنات لجأن إليه طبعا إحنا من نريد أن نقول ملجأ أو ملاذ آمن للنساء بشروط ما قدروا وأكيد هم أمكانياتهم المحدودة ما قدروا يوفرون هاي الشروط لكن إذا الدولة دخلت وكان أكو قانون لهذا الموضوع ممكن أن نرى الاتفاقية موضوحها مفحك ليش إنه إحنا أصلاً ما عندنا قانون قانون عم في الأسر الموجود في أروقات البرلمان من رح يصير سبع سنين سنين دورتين برلمانيات ما قدروا يسنون هذا القانون طبعا إذا ما أسوي الاتفاقية أسوي ملجأ آمن للنساء المعنفات وأي ما عندنا قانون يعني البرلمان يركز على موضوع إنه الأيب يأخذ الحظانة خلال سبع سنوات ويعوف موضوع مهم ما في السرين عمل البرلمان وهي ملف متروك صالف من سنوات يعني معروض وكو حملات مستمرة يعني إذا يقدموها منظمات المجتمع المدني يا بقانون العنف الأسري يا بقانون الكتل الذي يصير أبي يقتل ابنه يعني هذا شوان في السرين تي؟ حسنا بما أنه بصلة حملات انتخابية بدت سيشتغلون بها حسنا بدت جدول انتخابي بها خصوصاً من المرشحات اللي الناس يعني دائما تركز عليها تأمل أنه أكو فد قدوة بالمجتمع نسوية الناس تلتم حولها أو على الأقل النساء يلتم حولها بالأسف هذا ما موجود السياسي أو السياسية تظن أنه أنا مهتم بفلان حزب يحكم فلان طائفة تحكم فلان اسم يحكم هذا ما موجود لو نباوة على المجتمع صدق سنرى موضوع البنية التي تتعرى بالأذى هي ما محتاجة بس أحد يحميها ذيج اللحبة الطفل ما ينكتل من أهله ويتعذب لي حد الموت هذا ما كان محتاجة من الدولة فقط أنه أكون رادع للأب والأم حتى ما يقذوه يعذبوه البنية اللي تترك أهلها وتروح أماكن سيئة نقول هذه ما كانت محتاجة سوى مكان آمن ضحية هي ضحاية الشارع مليان ضحاية أنا إذا أبق على المجتمع فأني ما محتاج جدول انتخابي طويل أقعد أبقى أقرأ بي التابليت والوظائف والاتفاقيات والعلاقة بدول الجوار وكان محتاجة أنا أشعر بالأمان ببلدي أكو تشريعات وقوانين تردع الشخص على الأقل مو تمنع العنف وإنما تحد من عدة هن المشردات أيضا يعني درجة ضمن العنف الأسري لو ذلك قانون يجب أن يكون واحد هو أكو قوانين خاصة بالمشردات وأكو حتى دار لهم نحن نهر الاتفاقية التي تحكي على ملاذ آمن للنساء اللي تعرفون من عوائلهم من أزواجهم من أخوانهم لعنف أو ممكن راح تتعرب إليه طبعا هذا بشروط شوف دكتور الدولة ملزمة حتى توفي التزاماتها أمام المجتمع الدولي بعدة أمور منظر منها العراق أصلا من 86 موافق على مصادق على اتفاقية القباعدة جميع أشكال تميز فد المرأة من 86 الملاذ الآمن وغيرها هذا جزء من إفاءة بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي الدولة ملزمة بوجود تشريعات لإفاءة بالتزاماتها خدمات وأيضا سياسات تشريعات ما موجودة شون ستوجد الخدمات اللي هي الملاذ الآمن وغيرها وممكن بعض الأحيان حتى يعني في أقليم كردس تم وجود هذا الملاذ الآمن للنساء المعنفات لكن أكو عشرات الحالات منطلعوا من الملجأ تم قتلهم على أيدي أهلهم صح فالدولة ما قدرة تتابع بعض العبادة هذا موضوع يعني خطير ونتمنى من الحكومة القادمة والبرلمان القادم يضطي أولوية قصوى لأنه بصراحة نعمل هذا الشيء على كل سياسي أعتذر على كل سياسي بما أنه نحن نسب صلة حاملات انتخابية وافحة ونقرأ عنها ونشوفها ونتابعها لازم نركز على الأمور التي تخصي المجتمع بشكل واقعي بغف النظر عن الشعارات والأسماء لأنها لم تعد تهم يعني مو مهم إلي كمواطنة أن أعرف منو أنت وشنو سيوة جذاتها بقدما يهمني أعرف أنت شنو رسالتك شنو تريدين تساويين للمجتمع شكرا جزيلا 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 لكلامك أعزائي المشاهدين يعني إحنا حكومتنا إذا نحشو إياها وهو يوجه رسال في كل حلقة ولكنه اليوم نوجه رسال أيضا للمجتمع ويعني للرجال اللي يعنفون النساهم يعني ما هو قدعي التعنيف ما هو قدعي أنت ضرب زوجتك يعني ما أعتقد هي شجاعة لا أحد تقول لك أنت يعني صرت واو ولا حلو تخاف منك زوجتك يعني الآحلة تحبك تحبك وتسوي تريده أنت بحب يعني وأعتقد أسهل شي واحد يحصل لأشياء اللي يريدها هو عن طريق الحب عمر الدول ما نهضت بالعنف عمرها وهذا العراقيات تدع شوف فضعها نتمنى هذا الخير ولكنه في ظل مظاهر العنف ما رح نشوف الخير نتمنى يعني يسود ثقافة الحب والحب ترى ما يبدي من سياسي ما نعرف من جاي يبدي من داخل بيئة احنا طالع من عنده عزيزان المشاهدين وصلتوا إلى كنات حلقتنا لهذا اليوم انتظروا في الحلقات القادمة كيمو الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة